اهلا بكم من جديد انطلقت فعاليات مؤتمر أيوف البنك الدولي في نسخته الثانية عشر تحت عنوان المالية الإسلامية ومرحلة تحقيق النمو النوعي وتوحيد المعايير مع تأكيد المشاركين على ضرورة توحيد المرجعية الشرعية للصناعة المالية الإسلامية على المستوى الدولي وقد دع المشاركون إلى توحيد ممارسات وقواعد وقوانين الصيرفة الإسلامية عالميا والارتقاء بمستوى تطبيق المعايير الفنية في الصناعة المالية الإسلامية بما يخدم تعزيز معدلات نمو العمل المصرفي الإسلامي مع ضرورة تطوير الإطار الرقابي والإشرافي لدى المؤسسات المالية الإسلامية كما دع المشاركون في مؤتمر أيوف المؤسسات السيادية وشبه السيادية والمصارف الإسلامية إلى ضرورة إصدار المزيد من السكوك لمعالجة النقص في أدوات السيولة على مستوى أسواق المنطقة والعالم طبعا ما يتعلق بتوحيد المعايير هذا طبعا موضوع مثل ما يقولون هذا حلم لهذه الصناعة وإن شاء الله يتم بتكاتف الجهود والمطلوب هو أن الدول التي تكون راعية أو تستغطب جزء من التمويل الإسلامي أو قطاع التمويل الإسلامي أنها تتبنى هذه المعايير سواء المعايير المحاسبية التي صادرة عن أيوفيا أو المعايير الرقابية التي صادرة عن آيفسبي أو المعايير التي نسميها المعيارية طبعا بجهود مكثفة من قبل هيئة المحاسب الأيوفي في جهود لتوحيد المعايير وحوص المعايير الحديثة التي أدرجت على المعايير الهيئة فأحنا كمصارف إسلامية ملزمين من قبل الجهة الرقابية متمثلة في مصرف البحرين المركزي بتفعيل هذه المعايير وهي بدون شك أنها دافع لتنمية الصناعة المصرفية الإسلامية أعلن مجلس التنمية الاقتصادية وتحالف التكنولوجيا المالية عن توقيع اتفاق لإنشاء وإدارة مركز خليج البحرين للتكنولوجيا المالية ويعتبر المركز بيئة دعم شاملة لتطوير مشاريع وحلول خدمات التكنولوجيا المالية وسيكون هو الأكبر من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويقع مركز خليج البحرين للتكنولوجيا المالية في مبنى أركبيتا الواقع في خليج البحرين وتصل مساحته إلى أكثر من عشرة آلاف قدم مربع ومن المتوقع أن يبدأ أعماله خلال شهر فبراير المقبل حيث سيتيح المجال أمام الشركات المالية والتقليدية والشركات الناشئة لاستغلال هذه المساحة وذلك لتطوير واختبار حلولها المبتكرة ومن بينها تلك المسجلة ضمن البيئة الرقابية التجريبية والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية موسيقى نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعاقدات هذا الأسبوع ونبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفل المؤشر العام في المنطقة الحمرى عند مستوى 1277 نقطة بانخفاض نسبته 0.41% عن معدل الأقفال السابق وذلك عائد مشاهدينا لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين ومائتين وتسعين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 464 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 58 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 54% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة ونتابع الآن مع إغلاق البورصات الخليجية ونبدأ بالسوق المالية السعودية والتي أغلقت عند مستوى 6978 نقطة بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.32% أما بالنسبة لبورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6468 نقطة من خفاض بلغت نسبته 1.23% وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4450 نقطة من خفاض طفيف بلغت نسبته 0.32% بالمئة